مقابلة مطولة أجرتها شبكة بلومبرغ الأمريكية الجمعة مع خليفة حفتر استفسرت فيها عن خسارة قواته لمدينة غريان الاستراتيجية الشهر الماضي وعن عثور قوات الوفاق على أسلحة أمريكية الصنع استخدمها في حربه على العاصمة بالإضافة إلى عسكرته لمنشآت نفطية والتقارير التي تشير إلى محاولات بيعه للنفط وحول خسارته لمدينة غريان قال حفتر إن انسحاب قواته كان ضمن حساباتهم العسكرية بغض النظر عن الأسباب حسب وصفه وهو ما يتناقض مع تصريحات قادة قوته بعد خسارة غريان التي لم يخلو أي منها عن وصف ما حدث هناك بالخيانة حتى أن قواته سمت العملية الجوية التي أعقبت خسارة المدينة بعملية عاقبة الغدر أما الأسلحة الأمريكية التي وجدتها قوات الوفاق في غريان بعد تراجع قوات حفتر وبالأخص منها صواريخ غافلين فقد قالت صحيفة نيويورك تايمز إن البنتاجون فتح تحقيقا بشأنها وأنها بيعت للإمارات عام 2008 إلا أن حفتر كذب مرأته عين الليبيين والأجانب ونفى وجودها واصفا ذلك بالهراء والتفافا على السؤال الموجه له أكد حفتر لبلومبرغ أنهم لم يبرموا أي صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة ولم يكن قد اتهمه أحد بأن لديه تفاهمات مع الولايات المتحدة كشريك عسكري مباشر وإنما تكال التهم إليه كوكيل حصري لمشروع الإمارات ويتحصل على الأموال والأسلحة بناء على ذلك نفي حفتر يتعرض مع ما ذكره السيناتور الأمريكي وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس روبرت ميندينز منذ أيام حيث طالب في رسالة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإجراء تحقيق في كيفية وصول أسلحة أمريكية لحفتر وطالب توضيحات بخصوص اتفاقيات الأسلحة مع الإمارات أما فيما يخص قطاع النفط وخاصة ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط مرارا وتكرارا حول عسكرة المنشأة النفطية فلم ينفح حفتر ذلك خلال مقابلته مع بلومبرغ قائلا إن الحالة الآن هي حالة تعبئة عامة وإن جميع قدرات الدولة تحت تصرف مسلحيه وإنهم سيتصرفون في جميع قدرات الدولة حال احتياجهم إليها وفق تعبيره أما السؤال عن بيع النفط بطرق غير مشروعة فرد عليه حفتر بقوله إن بيع النفط هو اختصاص حصري للمؤسسة الوطنية للنفط دون أن يحدد أي مؤسسة يقصد الشرعية في العاصمة أم الموازية في بنغازي وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد كشف في تصريحات للتايمز البريطانية عن توقيع المؤسسة الوطنية التابعة لحكومة الثني عقودا مع شركات إماراتية ومصرية وهمية وهو ما أكده مجلس إدارة المؤسسة في طرابلس في رده على تصريحات حفتر في بيان رسمي الجمعة داعيا لضرورة حل المؤسسة الموازية ببنغازي ومتهما إياها بمحاولة سرقة النفط وتسويقه بأسعار زهيدة تخالف السعر الرسمي في السوق النفطية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة